السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزي حضراتكم عاملين ايه يا ربي دايما تكونوا بخير ومعينا النهاردة فيديو جديد وخبر جديد بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا من ننساش نعمل لايك وكمان نشترك في القناة عشان يوصل لنا كل جديد من الفيديوهات ان شاء الله خبرنا النهاردة بيتكلم عن الجميلة سمارة ابو جبل وهي كانت بتستعد لان هي تروح تحضر حفلة ملك الجمال العرب المقاومة في مصر وطبعا هي عملت استعدادتها اي راحت الكوافير الاول عملت شعرها وعملته بشكل مختلف المرة دي عملته كولو كيرلي وبعد كده شوقت جمهورها للفستان اللي هي هتلبسه وقعدت تقول يلا توقعوا الفستان لونه ايه والناس كتبت توقعاتها واستنتاجاتها وقالت ايجابتين بس لصحة والباقي كله غلط وبعدين راحت عند ميكاب ارتست وبعدين هي كانت من فترة بتسأل عن ميكاب ارتست في مصر كويسة والناس قالوا لها وبالفعل راحت للميكاب ارتست وعملت الميكاب بتاعها ولبسة الفستان وشكلها جميل جدا الفستان الموب للشكل الجميل والشعر الجميل وراحت حضرت الاحتفال بتاع ملك الجمال العرب اللي مين اللي هتفوز باللقب وطبعا في اللي طالعا من الجزائر اسمها سبينا وطبعا الموضوع لسه شغال والحفل لسه شغالة وهي بتصور كل التفاصيل علشان طبعا اكيد هي بتشجع بنت بلدها في الجزائر يا رب بقى يسهل كده ونشوف مين اللي هتفوز ان شاء الله بملك الجمال العرب المقام في مصر واحنا هنقل لحضراتكم كل التفاصيل اول باول فتابعونا دايما هنا وبس هتلاقي كل الجديد عندنا فما تروحوش في اي حتة ولا تدوروا ولا تحتاروا اشتركوا في القناة على طول وانتوا هتلاقي كل خبر جديد هنا ان شاء الله استنونا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة